زوجين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث اليوم حديث كده طريف زوج وزوجة راحوا للقاضي بيطلبوا الطلاق فسأل القاضي هل يخونك قالت لا قالت لا يا سيدي زوجي لا يعرف سوى الله فسألها هل تزوج عليك قالت فأنت قالت لا والله أبدا وأنا لا أمانع فسألها هل يضربك قالت لا يوجد أحن من يداه فسألها من هل يسبك قالت حاشا لله أبدا قال القاضي إذن فلما الطلاق في دهشة واستغراب فأجابت إذا أطعمت أصفور أولادها فهل تنال شكرا قال القاضي كلا فهي أم قالت إذا اهتمت الزوجة ببيتها فهل تنال شكرا قال لا فقالت هل هذا ما أعانيه من معه فأنا لا أنال غير الصمت فتعجب القاضي ولم يفهم شيء فسأل القاضي الزوج هل تعرف ما تريد الزوجة الطلاق فأجاب لا أعرف ولكني فهمت للتو فاسمعني حضرة القاضي أنا رجل لا أعرف الكلام فكيف أخبرها أنا لقلب الوئام وكيف أقول إن حضنها هو السلام وكيف أعبر أن دفئها هو الحنان أخبرني يا حضرة القاضي كيف أبرهم أني في حبها عاشق وإني في عينها غارق أخبرني يا حضرة القاضي كيف أقول لها شكرا وهي أمي وكيف أعبر عن حبي كيف أخبرها إن في هواها ضائع وإني لقلبها طائع وإني لعينيها راكع فقاطعته بكل حب وهدوء قال السيدة القاضي لا أريد الطلاق ولكني هم مني سماع الكلمات فإني لا أريد الرجال رجلا سواه ولمن أكون لم أكن معه مع زهرة الحياة هذا هو الحديث بين الزوج والزوجة عند القاضي التي كانت تطلب الطلاق من زوجها أقول قولي هذا أستغفر الله ولكم